انطلقت من مطار بورد سودان إلى مطار المخة أول عملية إجلاء مجانية جوية لليمانيين العالقين في سودان وتاتي هذه الخطوة بلفتة كريمة من الخلية الإنسانية للمقاومة الوطنية التي تدولي جهودا واسعة في عملية إجلاء على دفعات برحلة قادمة وفي مطلع الشهر الجاري انطلقت أولى رحلات الإجلاء لليمانيين من بورد سودان إلى مطار عدن وتلتها في الثامن من الشهر الجاري رحلة أخرى حملت على متنها عددا من الأسر اليمنية جلهم نساء وأطفال ودعت السفرة اليمنية بالخرطوم أبناء الجارية العالقين إلى التجمع في بورد سودان بأماكن الإيواء ويعاني العالقون اليمنيون في سودان أوضاع صعبة منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوة الدعم السريع في الخامس عشر من إبريل الماضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر